بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع عدد من المستثمرين في القطاع السياحي صياغة رؤية وطنية لدفع حركة السياحة الوافدة إلى مصر أوضح مدبولي أن الاجتماع يأتي بهدف التوصل إلى رؤية حقيقية واستراتيجية وطنية لمضاعفة عدد السائحين الوافدين إلى مصر مؤكدا الإصرار على تنصيق والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الصدد وقال إن الدولة تتمتع بإمكانات واعدة في هذا المجال وذلك من خلال مقاصد سياحية متعددة مشيرا إلى استعداد الحكومة لاتخاذ أي قرارات أو إجراءات لمضاعفة أعداد السائحين